عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية اجتماعا لمناقشة تنفيذ البرنامج الحكومي والخزين المائي ومشاريع الرأي الحديثة وخطط إدامة الصدود وقال وزير الموارد عقيب الاجتماع ناء جهود الحكومة مستمرة في التفاوض مع دول الجوار بشان ملف المياه مشيرا الى التوصل الى اتفاق مع الجانب الايراني الفتح نهر الكارون واضاف ان هناك محاولات عديدة من تركيا بشان الاطلاقات المائية لكنها غير مستمرة جهود الحكومة بالتفاوض مع دول الجوار مستمرة احنا توصلنا الى تقريبا تفاهم مع جار ايران من نسبة لفتح نهر الكارون وحاليا نهر الكارون مفتوح ما يزال لحد الان وضع المياه في منطقة شط العرب وضع جيد الملوحة لم تتجاوز مثل ما كانت تصل في السنين الماضية تصل الى اكثر من عشرين الف جزء بالمليون حاليا الفين الفين وخمسمية فهذا كان مريح وسهل بالنسبة انه مع جارة تركيا هناك ايضا محاولات عديدة لكن مع الاسب اكو احيانا طلقوا المياه ثم توقفوا عن اطلاق المياه كأنما هي مسألة احنا نريد نوصل الى اتفاق واضح مع جارة تركيا يعني لك مريد الامور تخضع الى رغبات هي مو رغبة هي مو حاجة فان شاء الله جادين في هذا الاتجاه واكو تفاهم كبير في هذا الجانب وعدنا اتصالات مع جانب التركي نهدف ان نحقق نتيجة ايجابية ان شاء الله اشتركوا في القناة